نحن نتابع هذه الصور بعدما أدل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بصوته وكان الرئيس قد بدأ حملته الانتخابية مبكرا ومشددا على أنه لن يمنح مفتيح الإليزي لليمين المتطرف وانتقد ماكرون ما وصفها بالتحالفات غير الطبيعية بين اليمين وبين اليسار وحذر الناخبين الفرنسيين في بلاده من التصويت لأحزاب اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف لكن في المقابل المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية في فرنسا مارين لوبين قالت أن حزبها سيشكل حكومة وحدة وطنية في حال فوزها في الانتخابات لإخراج بلادها من أزمتها الاقتصادية والسياسية مؤكدة أن لدى حزبها كل الإمكانية للفوز في الانتخابات